لكن أود أن أسمع منك تعليق أستاذ مبارك على شخصية الشيخ محمد بن زايد الشخصية لا تختلف كثيرا بأي شكل من الأشكال عن شخصية الشيخ خليفة في مرحلة ملازمة والدة في المرحلة الدراسية الخلفية العسكرية من عرق الجامعات والكليات العسكرية لكن أيضا سياسيا رجل محنك ورجل يعرف ماذا تريد الإمارات ومتى تريد بالفعل سمو الشيخ محمد بن زايد كما قلت في بداية الحديث هو جاء من الصفوف الأولية الصف الأول وكان من أقرب الرجال إلى جوار أخي الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله مع والده من مؤسس الشيخ زايد بن سلطان أنهي رحمة الله عليهم جميعا اليوم الشيخ محمد وهي تسنم رئاسة دولة المرحلة العرمية يأتي إلى النصب وهو متسلح حقيقة بمسيرة زاخرة من العطاء والإنجازات رصيد وافر حقيقة من حبه ولا أبناء شعبه دولة المرحلة العرمية هو يتمتع بعلاقات اجتماعية كبيرة جدا ومتشعبة مع الشعب الإمارات مع قبائل الإمارات بل مع الشعوب الخليجية الشيخ محمد يعني يعتبر من القادة السياسيين القليلين في المنطقة عموما الذي يتمتع بالحكمة وبعد النظر وبالوعي الأخطار المحدقة لمنطقتنا العربية لذلك لمسنا التمسكه القوي بالمنظومة الخليجية وتمسكه القوي بعلاقات قوية ومتينة وراسخة مع المملكة العربية السعودية وهي الشقيق الأكبر لدول مجلس التحاول الخليجية وهي الشقيق الأكبر والفاعل للعمل العربي المشترك ولذلك مثلت العلاقات السعودية الإماراتية دعامة حقيقية للعمل العربي المشترك ومثلت العلاقات السعودية الإماراتية بقادة خدم حرمين الشريفين وسمول العهد الإمير محمد بن سلمان وبقادة الشيخ محمد بن زايد مثلت طوق نجاة لكثير من الدول العربية كما قلنا في بداية الحديث عندما وقفت مع الأشقاء الذين يجتاحوا موسم تطويرنا ذلك اليوم عندما يتسلم الشيخ محمد مقاليد السلطة في دولة المارات عرم المتحدة يأتي ومتسلحا بخبرة طويلة التحامل مع الملفات المنطقة المؤرقة الملفات الطارئة الملفات العميقة التي تزاد تحتاج إلى حل على سبيل المثال القضية الفلسطينية التي قامت المراتب يدور مهم جدا لدعم شعب الفلسطيني من خلال الدعم المباشر أو من خلال مشاريع البناء التحتية التي تود أشياء نتوم أسسة خليفة بن زايد رحم الله الإنسانية العديد من المشاريع التنموية